استقبل سعادة الدكتوراء الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي القس جوني مور بحضور أعضاء مجلس أمناء المركز حيث أكد الدكتور خالد بأن قيم التسامح والتعايش السلمي في مملكة البحرين تتجسد وبكل وضوح في سياسة حكم البلاد مشيرا إلى أن مسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجهوده النبيلة لإرساء قيم التعايش السلمي واحترام الآخر على المستوى العالمي تمثل دليلا واضحا على المكانة الرائدة للبحرين كمملكة توارث المحبة والسلام كأسس داعمة للاستقرار الأممي بين مختلف الأعراق والشعوب والأديان وما إن شاء مركز الملك حمر العالمي للتعايش السلمي إلا تتويج لتلك المسيرة الممتدة من العمل الدؤوب نحو إرساء أسس التسامح وتأتي بمثابة إعلان واضح إلى العالم بأن البحرين هي نموذج حقيقي وواقعي لتعايش الأمم والأعراق والأديان عبر حضارات متتالية من جانبه أعرب القص جوني مور عن بالغ تقديره وسعادته لما اطلع عليه خلال زيارته للبحرين من نظم وتشريعات وسياسات متقدمة وصروح دينية متنوعة وحرية فكرية وعقائدية بارزة من خلال حفاظ تلك الطوائف والأعراق المتنوعة على هويتها وممارساتها الدينية بكل سلام وحرية وأمان كل ذلك يعكس مدى الانفتاح في المجتمع البحريني مشيدا بما لمسه من روح الأصالة والمحبة التي تميز أهل البحرين ومؤكدا الانطباع الإيجابي الذي كونه خلال زيارته معتبرا إياها نموذجا رائدا في التسامح الديني مع الديانات والمعتقدات الأخرى والسلام بناء على تاريخ عريق غني بالتواصل وقبول الآخر إن وصف المفضل لمملكة البحرين هو أنها سويسرا الأديان بتسامحها وتعايشها البحرين هكذا منذ أجيال متعاقبة أرض للتعددية بكافة أشكالها يعيشون بسلام وحرية وأمان وهذا ما يجعلها مميزة ولهذا أنا مسرور وأؤيد هذا النهج في مملكة البحرين أتمنى أن أحصل على هذه السمات المميزة في البحرين وأنشرها ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع إن التسامح الديني في البحرين له تاريخ عريق وحاضر يشهد على ذلك وهنا كافة الأديان تعيش بتسامح أنا والكثيرون في البحرين نشعر أننا في بيتنا ونعيش كعائلة واحدة متحبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر